طيب عايزكم بعد إذن حضراتكم بقى تعودوا معايا كده هنشوف تقرير جميل خالص على هذه القوافل اللي حركتها وزارة الداخلية قوافل للخدمات وللسلع الغذائية ولغير الغذائية واللي راحت على شمال سينة مبادرة كلنا واحد تفرجوا معنا مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها محدش يقدر سيناء البقعة الغالية على كل مصري التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهازتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش فقد أقامت وزارة الداخلية معرضا ضخما هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية حرصا على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات طبعا أهالي نفسينا يحتاجوا مننا أننا نقدمهم كل الخدمات التي يحتاجوها وخصوصا بمناسبة كرب حلول شهر رمضان فهنا جئنا النهاردة متواجدين معهم أعمالنا معرض كبير جدا لمبادرة كنا أنا واحد المعرض متواجد فيه أكتر من 500 تن مواد غذائية من السكر والأرز والدقيق والزيوت ويميش رمضان وجميع السرع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان أنا أحب أشكر الرئيس عبدالفتاح السيتي على المبادرة الجميلة وأحب أشكر الجيش والشرطة أن هما صعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة ودلوقتي العريش بيت أحسن من الأول بكتير ما فيش خوف ما فيش قلق دلوقتي كلنا من إيد واحدة جيش والشرطة كلنا واحد موجودة في العريش ونشكرهم ونشكر الرئيس والأسعار كويسة وحلوة أحسن من بره بكتير طبعا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة كلنا واحد في شمال سينة إحنا في العريش تحديدا ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الأسعار والدنيا حلوة شكرا للسيد الرئيس شكرا لوزارة الداخلية شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم منافذ أمان خدمة شمال سينة تمام بأقل الأسعار ومنافذ جميلة وبأسعار كويسة جدا 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 تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي إنها دي يبقى متنقلة في كل مكان وديها تسهل على الناس كثير لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العرش بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحريات وأمان ديه النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة عائلية والتسهيلات حلوة والحمد لله والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والبطاعة الفورية الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاعة عائلية شكرا للوزارة الدخلية اللي جاي لنا من العريش علشان تساعدنا في الورد الحمد لله الوضع عندنا فيه الشيخ زويد هو العريش الحمد لله ميلمية وبنقدر حين ننزل نرخص عربيتنا برحيتنا وبننزل السجيل المادري وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد نشكر سيدة الريس ألف ألف شكرا شكر واصل من شعب سينة للريس من هنا للريس واصل وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم في الخدمات متوفرة اللي هو الاستمارات موجودة شهاد ميلاد موجودة بطاقات موجودة إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيجب فيه خفص عمل وزارة الداخلية وفرنا خدمات المرورة الإلكترونية دي حاجة والله كويسة جداً عندنا متنقلة في كل مكان بتتوفر علينا حاجات كتير فيه فرق شاسع من هنا من سلتين فاتوا لحد النهاردة النهاردة فيه أمان وفيه خير وفيه كل حاجة متوفرة وبنشكر سيدة الريس على المبادرة دي يعني بترفع الناس كتيرة بخصوص ان احنا داخلين على رمضان تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية بيحبوها بكتب كتل العزيم أطل حرية أطل وكتب وعادل وعادل كلنا واحد دايماً مع بعضنا كده وزيش نتبع النهاردة يقوم الضباط ووزع علينا ألعاب حلوة قوي وأنا بحب الضباط كتير قوي أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيدة عمرة بوهندية الرسمية المتميزة لللغات النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة زمان ما كانش في عندنا أمان وكان في عندنا دور بنار وكان في عندنا حاجات مش كويفة أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان كنا منيجي مفيش طلبة اثنين ثلاثة اربعة وأهلين ببقوا خايفين عليهم مستنيونهم لا الوضع دلوقتي يختلف تماماً دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص فيه أمان بقيتاً درجة دايحان الوحدي بقيت دلوقتي يروح المدرسة الوحدي فبقى دلوقتي الحمد لله فيه أمان في العليش بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد يعني إيه التضحية اللي هو عملها بنعرفهم بأسماءهم كمان علشان مدر حياتهم يبقوا ذكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله فيه تضحيات تمت من الدولة فيه تضحيات تمت من الشعب فيه تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد عاش محمد وهي جرجس وهي صارة مصر هي البصلة دايماً اللي بتحدد مصارة خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان يعني الأول ممكن نش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بروح كافيات دلوقتي كافيات فتحت الحاجات كلها فتحت رجي أنا أحسن من الأول بنعيش يومنا طبيعي عادي جداً بننزل الجامعة بنمرض حياتنا الطبيعية بشكل متكر وحطين بالأمان عن زمان كتير قوي تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى الخدمات تقدم بصورة ميسرة بخاصة الخدمات الشراطية الجماهرية حيث أسنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشراطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا